زي ما قلت لكم كلام مازال متواصل بالنسبة لنادي الزمالك الزمالك حقق لقب دوري مستحق جدا احتفلنا بالزمالك امبارح احتفلنا بالزمالك اول امبارح حق نادي الزمالك زي ما هو خد لقب مستحق جدا هذا الموسم في ظروف في منتهى الصعوبة في ظروف يمكن صقيلة جدا ظروف صعب اي نادي او اي فريق يتحملها من غيابات ويقفقد تغيير مدربين تغيير ادارات كل حاجة كانت صعبة في نادي الزمالك هذا الموسم نهاردة اتحاد الكرة المصري اتخذ بعض القرارات اولها الموافقة على ادراك ادارة المدربين والمنتخبات في الهيكل الاداري ويتولى ادارة المدربين الدكتور جمال محمد علي بينما تشكل ادارة المنتخبات من الكابتن عادل محفوظ الكابتن حمدى انور والاستاذ ايهاب سيد علي وتكون تحت اشراف جمال علام رئيس الاتحاد الخبر الاهم في قارات مجلس الادارة هي تعيين محمد غرابة مدير ادارة للمنتخب الاول لقرة القدم وهجيلكم في تعيين محمد غرابة شوية الموافقة على اقامة الدور المصري الممتاز للقرة الشاطئية بدءا من الموسم الجديد اعتماد مشاركة مجموعة من الاندية الجديدة كمنتسبين لحين عقد جمعية عمومية للاتحاد اعتماد تشكيل وهيكلة الفروع وتفعيل لجنة فض المنازعات تبقى للقاحة ومخطابة الرابط لارسال مرشحيهم تشكيل لجنة برئاسة خالد درندالي نائب رئيس الاتحاد وعضوية حازي امام معامل حسين عضوي مجلس الادارة وممثلي سيتي كلاب لعادة وضع الشروط وضوابط البطلات للاكاديميات على مستوى الجمهورية محمد غرابة مين بقى محمد غرابة المدير او مدير منتخب مصر الاول الجديد مين محمد غرابة الناس كتير ما تعرفش محمد غرابة يعني محمد غرابة مش مثلا مش احمد حسن مدير المنتخب مش محمد بركات مدير المنتخب مش اسم كروي مشهور يعني مش نجم يعني مش نجم كورة يعني محمد غرابة هو عضو في مجلس دارة نادي امش ده الطائتل الرسمي الرياضي بتاعه المسامة الوظيفة بتاعه يعني في نادي ينبي عدوا مجلس إدارة راجل ده اختيار ناجح بدرجة كبيرة جدا هو هنجح ولا الله أعلم بس هو اختيار ناجح اختيار زكي ليه راجل عنده يعني عامل دورات كثيرة في الفيفا وقت شاهدات إدارية كثيرة عنده إمكانيات كثيرة جدا كرجل يعرف في دير يعني هو مدير يعني يعرف في دير منتخبات راجل عنده قدرات كبيرة جدا في لوحة الفيفا وتنظيم البطولات وتنظيم الفرق وتنظيم المنتخبات اتكلمت معاه النهاردة على فكرة وانا بهني بهذا المنصب المستحق وقال لي انه هو عنده قاعدة مع روي بيتوريا بعد الاعداد هو رايح يعمل معايشات كمان عشان ياخد كرسات اكتر او يتعلم اكتر فيما يخص إدارة المنتخبات راجل عنده علم عنده علم ومعرف ودايما بقول انه يا جماعة المنصب الادارية تحديدا المناصب الادارية مش الفنية المناصب الادارية تحديدا مفيش مشكلة لو ودناها للناس اللي بتعرف ادارة مش اللي بتعرف كرة تركز معاي اللي بتعرف ادارة مش لازم اللي بتعرف كرة هو مدير جيد مش هيبقى مدير فني جيد بس مدير اداري جيد ان شاء الله يبقى جيد ان شاء الله يبقى جيد وهي مؤهلاته تؤهله لده ينجح ولا لأ ده في علم الغيب يعني لو نجح هنقوله برافو عليك كان متوقع منك ده لو لا قدر الله لم يوفق هنقوله انت موفقتش وده مش معناه ان انت غير جيد بس الاختيار زكي الاختيار زكي مع كامل الاحترام لكل نجوم الكورة لكل نجوم الكورة العظيمة اللي مسكوا مناصب ادارية فيه كثير منهم لم ينجح ادارية مش فنية فيه كثير منهم لم ينجح وفيه البعض اللي نجح طبعا بس فيه كثير منهم لم ينجح ليه عشان دي مش شغلانته اصلا ما يعرفهاش مايفهمهاش ماتعلمهاش مش بتاعته لكن هتحطه بقى يبقى مدير فني مثلا او مدرب ممكن يبقى رائع وعظيم لكن تديره حاجات ادارية للناس اللي بيعرفوا ادارة